لا حول على قوة إلا بالله الحقيقة السوشيال تكلموا النهاردة على المقارنة بين ده وده وكان أبو تريكا الرجل المحترم الرجل المحترم الرجل المحترم تلت مرات ماذا قدمت المعهدات والاتفاقيات وموجة التطبيع القبيحة مع كيان صهيوني قاتل ومحتل سوى مزيد من الشهداء والهوان وخضوع لا يوجد مبرر له هذا الاحتلال لن يرضعه سوى القوة والمقاومة حتى يرحل من كل شبر فيه من فلسطين وهل نرى مواقف من العالم كما فعلوا ضد روسيا أشك في هذا فالصمت سيكون ردهم الحقيقة كلام أبو تريكا ده يعني أنت هتقول عادي لكن لما يطلع من واحد زي أبو تريكا وفي المكان ده وفي الظروف دي ما يبقاش عادي اسمع كلامي اسمع نصيحة أخوك انت بتكتب كلام انت بتعرض نفسك لمخاطر كتير جدا يا جماعة مش مخاطر اغلاق صفحة ولا اغلاق عكاونت هؤلاء للأسف ايديهم طايلة في حتة كتيرة فلما تكتب مكان كلام زي كده هذا يدل والله ولا أزكيها على الله يعني والله لا ألتقي يا بو تريكا ولا عمري قابلته ولا تكلمنا ولا يعرفني يمكن ولا نعرفه ولا أي حاجة لكن من خلال ما يكتبه هذا الرجل او ما يقوله أراه لا يخشى في الله لو ما تلائم ودي اصبحت قليلة جدا في الزمن بتاعنا جملة لا يخشى في الله لو ما تلائم دي كلنا بنقولها لكن لما تجي للتطبيق العملي لا نادرا حينما تجد هذه الشخصية اللي هو بيقول ما بيفكرش في تبعات كلامه لا بيفكر في انه مضايق عليه في الأرض وضاقت عليهم الأرض بمرحبت والله والله انتم بتعرفوا حاجة حينها طبعا عايشين بفضل الله ثم بفضل دعواتكم لكن فكرة التطبيق في الأرض دي فكرة صعبة جدا القرآن لما وصف الثلاثة الذين اخلفوا وقال وضاقت عليهم الأرض بمرحبت وضاقت عليهم أنفسهم لما بعد مع بعض الزملاء ويحصل كلام انت هتروح فين وانت هتروح فين وانت هتروح فين وتقعد تحسن طب الدولة دي ممكن تسلمها يعني تعمل ايه وتبقى آمن هنا ولا دي تجد ان الأرض ضاقت بمرحبت يتبعها على طول وضاقت عليهم أنفسهم فقعت زي ابوتريكا عند المشكلة دي عند المشكلة دي ومع ذلك لما حصلت موضوع الشيزوز قال لما حصل إسرائيل لا يخشى في الله إله وما تلاقي ربنا يحفظه إن شاء الله محمد فارس تمام بيقول أوكرانيا تقصف الآن نعم هو عالم فلسطين وليست أوكرانيا ولكن أشارته إلى أوكرانيا ربما ينتبه ربما ينتبه العالم أو يتحرك فكلمة غزة لا تحرك أصحاب الشعرات الزائفة عن نصرة الإنسان هذا القصف يأتيكم بتمويل واستثمارات المطبعين العرب طبعا مطبعين العرب النهاردة كان كل كلامهم من برح ايه معلش؟ كان كل كلامهم من برح ايه؟ الإمارات والبحرين قالت لرعاياها في إسرائيل إنهم ياخدوا جنب آه والله الإمارات والبحرين قالت لرعاياها في إسرائيل خدوا جنب حافظوا على نفسكم لكن سيبوا إخوانكم يتقتلوا سيبوهم يعني يتدبحوا عادي جدا فيش مشكلة خالصة بس يعني أنتوا وإنتوا هناك كده الله يكريمكم ايه؟ خليكم يعني خدوا بالكم من نفسكم استمتعوا بالفصحة في إسرائيل إسرائيل أستديد داولة حلوة قوي أما تروح تتفسح هناك في إسرائيل يعني وأنتوا عارفين بقى الضعارة في إسرائيل ولا ما هم فيش حاجة في إسرائيل تتفسح فيها تتفسح في إسرائيل ايه يعني؟ تروح بقى تتفسح في إسرائيل وتهيز بس خد بالك الله يكريمك لحسن ايه؟ يجيلك صاروخ من شوات الإرهابين بيسمون كده أنا شايد أقول أسماء من الناس الموجودة على تويتر اللي هم عبارة عن أزرق إعلامية لهذه الدول أو الله لا تحدثون عن الفلسطينيين إلا بكلمة إرهابيين أما الإسرائيليين أو الصهاينة فدول ملائكة الرحمة بالنسبة له والله ما كنت أحلم في يوم من الأيام لو جاءت كده عشر سنين بس مش تلاتين سنة ولا حاجة وجيف خيالك أن سيأتي يوم يتكلم فيه من يحمل جنسيتك ويكون على نفس دينك وبنفس لغتك ويتكلم الكلام ده كنت أقولك لا يا عم أنت مجنون تجد متصدرين للمشهد اسموهم مسلمين أو عرب ويرون أن الصهاينة ملائكة وأن الفلسطينيين إرهابيين وشاف والحياة مستقرة عنده زي الفل أحفاد عبد الله بن أباية بن سلول تمن تمن نرجع للسوشيال صعب تشرح لمعدوم الشرف معناه صعب تشرح للي عمره محالب عشان أرضه بل باع أرضه معنى الوطن صعب تشرح للخاين معنى الوفاء كلام نزيز الحقيقة صعب تشرح للكذاب معنى الصدق صعب تشرح للجبان معنى أنك تفرح لما تموت شهيد وإنت بتحرر أرضك كلام حلو قوي المدن كالبشر يا أسماء ولكل مدينة طبعا إحنا معنا لايف الآن من غزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميهم وأن ينصرهم على عدوهم أجمعنا احنا عندنا أمهات وأباء ربنا يديهم الصحة والله الدعوة بتاعتهم بتخلع القلب أسألكم النهاردة وانتوا تتفرجوا على الحاجات دي يا أمي وانت والدي دعوة من دعواتكو كده تهز السماء هزة تهز السماء هزة أهو الله المدن كالبشر يا أسماء ولكل مدينة وظيفة باريس تنتج العطور نيويورك تنتج الأفلام ريد الجانيرو ترقص مكة تصلي أما غزة فتحارب لا أما غزة الحقيقة مش فتحارب أما غزة فتخرج لنا رجالا أما غزة فتغسل لنا عارا أما غزة فترفع لنا رأسا أما غزة فتعطينا جرعة من العزة محرومين منها أما غزة فتعطينا جرعة من الأمل وجرعة من التفاؤل وجرعة من الثقة أن الأمة دي عمرها ما هتموت ترجمة نانسي قنقر